طيب هل في أفكار هدامة في الدنيا؟ آه طبعا في أفكار هدامة في الدنيا هل مصر مستهدفة بمجموعة من الأفكار الهدامة؟ أيها فان ده مستهدفة أنت صدقت ده أو ما صدقتوش أو قبلت ده أو ما قبلتوش أنا آسف بس ده الواقع طب هنعمل إيه؟ لازم نواجه هذا الشكل من الفكر الهدام إذا صح التعبير الفكر المحبط الفكر اللي بيروج لكلام فارغ إلى آخره هنواجهه إزاي؟ بالمخ وزارة التعليم العالي تفضلت مشكورة بإطلاق مسابقة اسمها معن لمين؟ لطلاب الجامعة التعليم العالي يعني طلاب الجامعة طيب بتهدف لإيه؟ لمواجهة الفكر الهدامة أو الأفكار الهدامة على إطلاقها معنا داخل الستوديو منورنا ومشرفنا دكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منورنا دكتور نور سيادتك أو سيادتك إزاي الصحة؟ الله يخليك إزاي الصحة تكلمت صحة حنلقون غلطان في المقدمة وده حقيقي فعلا يعني إحنا بقلنا أكتر من سنة ونصف شغالين على هذه الفكرة في معهد إعداد القادة حلو معهد إعداد القادة يمكن ليه تاريخ طويل جدا قاله أكتر من 100 سنة 104 سنة تحديدا داخل جمهورية مصر العربية ده فعلا إيه العظمة دي؟ ده حقيقي ده هو كان كامب انجليزي في الأساس وانتقل بعد كده للملك فاروق ثم انتقل بعدها أيضا وأصبح مكان يمارس فيه الحاجات بتاعة الحركات الكشفية وليه كمان فيلا داخلية كان بتاعة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لأن المكان 45 فدان في 45 فدان ليهم مقدرات هيلة طبعا بس دايما المكان مش بس بالمباني اللي موجودة فيه أو حتى بالمنشآت الجديدة أو بالتطوير اللي احنا شغالين فيه بيانا أكتر من سنتين ولكن كان يجب أن احنا نهتم بالفكر نفسه وخصوصا فكرة ولبنا طلاب جامعة المصرية بيقدر أكتر من 3 مليون وربعمائة ألف طالب مش بس في الجامعات جامعات مصر الحكومية الأهلية الخاصة والتكنولوجية وأيضا معهم معاهد الجمهورية اللي بيزيدوا عن 200 معهد ودول واحدهم 700 ألف طالب بيستقبل المهد اسبوعيا وبشكل مجاني تماما لأن الطالبة دفع ده أوريدي من مصاريف دراستها في الأنشطة الطلابية والمدة اسبوع كامل بيقعب معانا أولادنا من مختلف الجامعات والمعهد المصرية وبيتم إنارة العقول وبنديهم الفكر الجديد اللي محتاجينه المصر احنا مش عايزين حتى فيه سؤال ده يعني بيتسيل بيقول لك هل القائد يولد أم يصنع دجين ولا بيكتسب ولا ولا هما الاتنين يعني كان عملت بحث كده وقالت إن في جيم فعلا للقيادة ولكن مش ده بس ده احنا بنكتشف أيضا مش بس القادة الجدد ناخد طلبة من الفرق الأولى وبتني نسقل مهارتهم داخل المعهد بمحاضرات ويراش عمل ونمزج محاكاة وأيضا من معايشة كاملة وأنشطة مختلفة طول فترة إقامتهم في المكان الإقامة دائمة وليست إجبارية بل بالعكس احنا بنيجي على يوم الرابع والخامس مع أولادنا احنا بنبات معهم بنات وولاد وبنيجي على يوم الرابع والخامس اللي يقول لك الأيام خلصت بسرعة ونخلص ده ومنقفش على كده نقول لهم طب إيه رأيكم نطلع مع بعض وفيه أفواج متميزة نزور فيها محافظات مصر تتفرج على الأسر عاملة إزاي أسوان الناس اللي من القاهرة يعني الناس اللي من المحافظات يجوا القاهرة يشوفوا مدحف الحضرات بعد ما كان بركة وسيادتك أكيد تتذكر طبعا وإحنا بنعدي من جنبيه حذر كالنار ده كنت بتتكلم على المشروعات القومية الكبيرة اللي الطلبة عندنا بيبتدوا أنه هم كمان يشوفوها بجد أنزل أتفرج المشروع ده موجود بجد ولا لأ وقل لهم أنتوا بتسمعوا إشاعات كتيرة جدا لدرجة أن في خامة ريسكم وريف مرة كان نتكلم أن فيه 30 ألف شعاء أطلقت في 3 شهور معجزة ومشكرة وبس كمان أننا يجب أن أنا أتحرب دقة الأفكار الهدامة والمتطرفة دائما موجودة وأصبح الاطلاع عليها شيء سهل وممكن لو أنا ما وعيتش ومدتش كمان الصح وطرحت له الأمر كما ينبغي أن يطرح بجد ومن العلماء اللي موجودين ومن رجال الدين اللي موجودين وكبار رجال الفكر والسياسة السادة الوزراء والسادة الفنانين اللي موجودين رجال الدولة بمختلف قطعتها بيجوا عندنا في معهد عدد القضاء عشان يعودوا مع أولادهم بيتكلموا معهم ويبتدي أن هو يطرح ليه الأمر على الماء ده كده زي ما هم قاعدين ومش كده هو بس نخلص ده نسيبه أولادنا كمان يتنقشه أهم حاجة ده فعلا وبيطلعوا يا فندم ودرات هيلة بدي مثال دايما وبإسم الشخص أكسما من جامعة القائرة التكنولوجية جديدة وخصوصا برنامج كده جديد اسمه الأطراف الصناعية أرجو أن الحاجات اللي زي دي أولادنا اللي في سنوية عامة يطلعوا عليه عشان يبتدي أنه هو يدخل حاجات جديدة محتاجها الدولة بجد كان عندنا فوق جميل جدا ده طلبة الكليات التكنولوجية والبرامج المختلفة في الجامعة التكنولوجية والهليات جديدة وبالفعل أهد معهم كبار رجال الفكر والعلوم وكبار رجال الدولة كلمناهم في الأمن القوم يعمل إزاي كلمناهم في أحدث حاجات الخاصة بريات الأعمال الحاجات الخاصة بالتغير المناخي والاستدامة ويوي وابتدين عشان نشوف أولادنا في ورش عمل مختلفة هيتطلعوا بإيه وأولادنا هما بيتناقشهم مع بعض أكسم طلع بفكرة أنه عايز يوطن صناعة الأطراف صناعية في مصر وبعدها بأسبوعين بالزبط كان في خامة رئيس الجمهورية أطلق القرار بتوطين صناعة الأجهزة والأطراف صناعية في مصر أكسم جاء زرني قال لي يا دكتور ده حصل كذا قال لي يا ابني مع صوتك مسموعة ومس صوتك لوحدك كل الناس بس إحنا عايشين زي ما هي كنت بتتكلم على العصر اللي فات إن الصوت ما بيتسمعش وما بيتطلعش وما فيش عندنا فكر جديد لا لا بالعكس ده دلوقت يبقى كل الشباب هم اللي بيمكنوا من الأماكن بتاعتهم داخل الدولة وده مطلوب إن احنا يبقى فيه جيل تاني وتارت ورابع وعشر يبقادرين إن هم بيتحملوا المصير يقدام الأفكار اللي هدامة والمتطرفة أنا عرفهم حاجة زي كده يجب أنهم يعودوا مع الناس اللي يقدروا فعلا يديهم المعلومة ومن مصدرها الأساسي أصبح الطالب دلوقتي محمل على أكتاف وهذه المعلومة وكمان بقت فيه عنده رسالة يجب أنه يوصلها داخل الجامعة بقيت زميله ويترح عليهم اللي هو سمعه وكمان يبحث ويتأكد من صدق المعلومة اللي خادها عندنا في المعهد لما يتأكد من صدقها من المصادر اللي أنا دايما بقول لهم لو سمحتوا اطلعوا عليها هيك أشرت من شوية الموقع بتاع رئاسة مجلس الوزراء الموقع رسي الجمهورية المشروعات القومية اللي احنا بنتكلم عليها والمبادرات اللي معمول لها حتى تايم تيب والجدول الزمني بتاع عشان ينتهي لو دخلوا لادنا عليها وانحنا بنتكلم معهم في ده وابتدى ان هو يدوس سكرول داون أو ينزل تحت عشان يدور على آخر المستجدات اللي موجودة أنا بس عايز يحسب لي يعمل لي كده تايمر ولما يتعب ويزهق من كتر ما هو بينزل يعرف مصر راح نحيت فين وارجو انه هم يطلعوا ايضا على عشرين ثلاثين وعشرين ثلاثين وخمسين ايضا يعرفوا هل يطلعوا احنا ماشيين بالخطة بابعادها دا اللي احنا بندرسه جماعة اعداد القاتل الافكار دي ما بقتش بس في الحتة الخاصة بالجانب التكفيري او الارهابي لأ تطورت ايضا احنا تربينا على الاحترام الكبير على الثقافات والموروسات الاصيلة في المجتمع المصري الخاصة بان انا مستحيل اعقق ابوي او امي دا ناجيب ان انا احترمهم واشيرهم فقراسي ابتدت الحاجات دي تتغير بثقافات مختلفة بتدخل للمجتمع المصري ابتدى عندنا كمان فكرة تاني موجود والاستقلالية وان انا الوحدي وان انا لا دا مش كده دا انا لازم اخب بالي كويس قوي من الحاجات الدخيلة اللي ممكن محدش يخب باله منها وتدخل في عقول ولادنا وبالتالي يطلع جيل غير قادر على تحمل المسؤولية الاسرة لو هنتكلم عليها حقيقة ممكن الفترة اللي فاتت وخلال الست سنين اللي فاتت اكتر من ستين في المية من المتزوجين حديثا اتطلقوا ليه مفهوم الاسرة عندهم ما بقاش موجود وبالتالي احنا شغالين في كل دا اطلقنا المسابقة الكبيرة دي اللي اسمها معنا عشان نؤكد فيها هوية للمجتمع المصري نطلب من الطالب ان هو يبدع ان هو يطلع الجديد اللي عنده ان هو يبتكر ومش شرط يكون طالب واحد فقط احنا مجموعة من الطالبة ممكن تشترك في عمل فيديو قصير الفن النعم او القوة النعمة اللي بنتكلم عليها بتوصل بدا عندي ولادي اللي بيتكلموا في كده كتير احمد اسامة جامعة الازهر سلمان جامعة الازهر الزهراء في جامعة الازهر عندي جامعة قرية تكنولوجية جديدة اسلام او محمد او طارق وهكذا وهكذا من جامعة المصرية اللي بيبتدوا يعملوا فعلا حاجة وبسيبهم يكتبوا اساميهم حتى يمكن معا لي الوزير دكتور ايمان عشور دايما لما بيجي يحضر معاهم ويبقوا لدنا موجودين بعد ما يخلص الفيديو اللي هما بيعرضوه قدام كل الجامعة المصرية وقولوا دول ولادنا يا دكتور اللي عاملين الكلام ده قد ايه فخر الطالب اللي هو بيعملوا بيده ده وان هو يقدر يؤثر بعمل قصير زي ده وملهم زي ده في جموع الشعب تخليه بقى ايه بعدين هتخلي عنده من قد الحماسة تبقى اصلا فيه يا ترى هو هيبقى نموذج وقدوة لكم طالب تاني زيه احنا شغالين في ده وكنا شغالين قبديه ايضا في طائر المناخي وعملنا كده هكاسون للابتكار والابداع ما بين كل طلاب الجمهورية وفازت بيه ثلاث جامعات ايضا بني سويف المركز الاول حلوان مركز تاني والمنصورة مركز تالت والمسابقات اللي من النوع ده شغالين فيها على طول وان بنقفش ولدنا المفروض يعرفه انه عندهم فيه هدف كبير بيسعاله وهو تنمية الدولة دي فاحنا بننمي في عقول الدولة لان البشر هم اللي هيعملوا ده وبالتالي احنا وراهم على طول ده كلام اكتر من رائع اكتر من رائع هستأذن هروح لفاصل وقبل الفاصل هقول حاجتين اول حاجة تتشهد علشان ده صوت ازاعي راخيم اكتر من رائع فنتمنى انه يكون فيه مثلا اذا كان فيه وثاقيات او حاجة زي كده بتعملها الوزارة ارجو انه يكون التعليق بصوتك يا دكتور كريم يعني هتبقى حاجة جميلة لانه صوت رائع وعائل ويدعو طول الوقت للثقة كده يعني فيه مصداقية فانت تبقى عايز تعد تسمع وتستزيد وتكمل فدي نمرة واحد نمرة اتنين طب احنا بنختار الطلبة ازاي اللي بيخش عندنا المعهد نمرة ثلاثة انا بقول كل حاجة بقى بصورة نمرة ثلاثة هل ترى هل من الوارد ان احنا نعمل حاجة زي كده بقى مع الطلبة ولادنا اللي بيدرسوا خارج البلاد فانا عايز اخالي الولاد دول مثلا في اجهزة نص سنة لما بينزلوا اجهزات او حتى في اجهزتهم الصيفية لما بيرجعوا على الوطن الام دول بقى العالي مهمة اوي انا عاوزهم ابقوا السفرة بتاعي في المجتمعات الغربية اياها دي لان هناك يكثر الكلام تكثر الاقويل ومحاولات العبس بأدماغة الولاد دول هنروح لفاصل ونرجع مع دكتور كريم همام مدير معهد اعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي استنونا الكلام حلو اوي طيب اهلا بحضراتكم مرة تانية كل الترحيب بضفنا العزيز دكتور كريم همام مدير معهد اعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهرجع بقى على اول حاجة بالنقل الولاد اللي بيجوا في مركز اعداد القادة ونشتغل معهم على المبادرة ازاي ده هيل جدا يمكن احنا عندنا في طريقين اولا في عندنا معايير سابتة وهي تميز في العنشطة المختلفة وان هو يبقى جوة الجامعة بتاعته قائد سواء في الاتحادات الطالبة او السبع عنشطة بتاعته رياضية ثقافية فنية الاخ او ان هو يبقى لسه قائد جديد او طالب عفوا جديد لم يكتشفوا احد يعني باخدش بس النجوم او الفيجرز او اللي هم المتميزين في الجامعة طول موجودين معاي بكمل معاهم بديهم الجديد الادفانس اللي انا عن طلب برغمك شغلين عليهم ولكن ايضا الطالب الجديد اللي داخل اللي لسه ما عندوش الحتة بتاعت لا انا خايف انا بحب ان انا ععد على جنب انا بحب ان انا مشتركش لأ تعالى واشترك وحصل طالب كلية طمريد فعلا كان موجود معانا وبداية اليوم كان لسه شوية تاني يوم لسه تالت يوم لقيته جايلي ممكن ادي محاضرة الاسفات الاولية لكل الطلبة انت واشق في الاسبوع ده كان عندنا اكتر من وزير هيجي وعد فضل مكان مضغوط والوقت كمان ديئة جدا فقلت له طب هل ممكن اعتذر الاسبوع ده لقيت هذا الطالب بيبكي بيقول لي انا قلت له ابدا ده انت هتطلع يجب ان انا كمل اللي انت بتعمله ده طالما عندك القوة كده وبدل ما ياخد ربع ساعة سمحنا له باكتر من ساعة لربع دلوقتي القوة بتاعته قدام عمل ازاي بيتم الاختيار بناء على معايير سبتة بتتسم بالصفات الشخصية النواحي الخاصة بالنحية النفسية دول للقادة اللي موجودين بالفعل وبيتم ايضا ساقل مهارتهم اكتر طلبتنا الجداد ونسوهم طلبة الفرق الاولى او الطلبة الجدد او القادة الجدد وبيتم الاختيار ما بينهم وبعد كده ايضا تنقعهم وبيتدي كمان نعلي من مهارتهم وليما بقدرش ان هو يكمل بناخده وبنكمل بيه تاني بس في افواج لسه بيجينر او بنبتدي بيه نسخ المهارتهم الاول ده في الاول خالص الفكرة التانية الخاصة بالطلبة بتوعنا اللي خارج مصر وبيدرسوا خارج مصر دي فكرة مطروحة فعلا في الاستراتيجية بتاعتنا خلال المرحلة الصيفية اللي جاية عندنا حاجة كمان قابليها وحاجة من الحاجات الحلوة قوي السفراء اللي سيادتك بتكلم عليهم اللي احنا محتاجين يبقى مصر دائما وابدا هي ليها الليد ليها القيادة هي ليها المبادئة مصر ام الدنيا باللي احنا بنقوله ده صح بالقوة دي صح ده بجات تصوروا كده لما يبقى فيها عندنا اربعين قائد من الدول العربية المحيطة بينا كلنا موجودين على الارض مصر ومش بس في قاهرة لأ موجودين في الأسر يعود معنا هناك اسبوع كامل مستضفينهم عشان نكلمهم على امننا القوم العربي عامل ازاي الفكر الاستراتيجي بتاع مصر ماشي ازاي يا ترى احنا بنفكر ازاي ان احنا نواجه الفساد ده كل ده انا بتكلم على اكاديمات كبيرة في مصر زي اكاديمية الفساد زي الاكاديمية ناصر زي الاكاديمية الوطنية للتدريب ودي اللي بيقصها في خمط رئيس الجمهورية بكل المحاضرين اللي موجودين هنا وهنا وهنا موجودين مع طلبتنا المصريين والعرب انا بقى عندي اربعين سفير اتربى هنا درس هنا وخرج رجع تاني لبلده بيودين للولاء والفضل لجمهورية مصر العربية انها عملت ده بغض النظر عن المؤسسة اللي ربت ده جواه احنا بنعمل ده مش واحد ولا اتنين فريق عمل كبير اسم الوزارة ممثلة في معهد اعداد القاتل كل قائد موجود داخل المعهد سواء ان كان دكتور او موظف امين معهد امين مساعد حتى العمال والموظفين من اول ما بتدخل حقيقة المكان والكلام ده احنا تعلمناه يمكن من اساتزتنا سواء جوا مصر او برا مصر وده جميل ان انا بقى برا مصر ويرجع قدي جوا مصر الخبرة بتاعتي من اول ما بيدخل الطالب عندنا او عضو هي التدريس او موظف رعاية الشباب بالجماعات او مديري العموم بالجماعات لانه دي الفئة اللي بنتعمل معها مجرد ما بيدخل من اول اصغر عامل من اول فرد الامن اللي موجود على الباب وهو بيقول له اهلا وسهلا ازايك عامل ايه شرفتنا وهو داخل الفندق في التسكين نفس الكلام لغاية ما بيقابل الراجل المدير المععد اللي اسمه كريم بيقعد يكلم معه بنفس الطريقة ولغاية ما بيخرج بنقف نستنى ونتسلم عليه نقول له اعتوحشنا مستنينك المرة الجاية لغاية نتيجة قدي بقى فيه ارتباط لدرجة انهم عملوا يعني كمية من الجروبات على الواتساب اسمها عائلة القادة واحد عائلة القادة اتنين دي الجروبات الغير رسمية بتاعتولادنا اللي احنا بندخل نتعامل مع ممكن دي كمان المسابقة بتاعتنا الاخرانية بتاعت معنا احنا بنزلين هنا وهنا وبالمناسبة المسابقة موجودة على موقع الخاص بمعهد اعداد القادة الصفحة الرسمية بتاعته المسابقة لها تلت جوائز من وزارة تعليم العالي وايضا جوائز من وزارة الثقافة ويمكن لو انا عايزة غشش ولدنا يعني احنا عاملين حاجة كل المسابقة دي على هامش معرض الكتاب فهم لو عايزين كمان يربطوا ما بين معرض الكتاب وخصوصا عندنا صلاح جعين هو شخصية المعرض هذا العام يا سلام لو يربطوا ما بين ده ده وبين الموروثات الاصلية بتاعت بمورية مصر العربية هيبقى فيديو هايل وهتعلق عليه صوتيا بصوتك انا اتمنى ارغم ذلك طالما سيابتك عمد لا العفو 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 ده انا سعيد جدا ومتشرف وفرحان جدا بالمقابلة دي لان اللي قلت ولي ده عامل كده على رأي الجماعة الاجانة بيقولك هي موسيقى تصبح في ادناي حقيقي يعني ويا رب يكلل هذه الخطوات بالنجاح ويبقى دفعة واثنين وثلاثة وعشرة ومية دكتور كريم نورتنا وشرفتنا وحتى وان كان هذا اللقاء كثيرا فسق ان احنا هتلاقينا قاعدين كل شوية نتصل بيك ونروح وعاوزين نغطي حاجات ونكلمك في التليفون وما الى ذلك لانه دي فكرة اكتر من رائعة نهنيكم عليها وربنا يوفقكم دايما شكرا فمين نورتنا وشرفتنا يا دكتور كل الشكر ليك دكتور كريم همام مدير معهد اعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتشدد ليه عم يوسف اقولك علشان لو سمحت خش على الصفحة وشوف البوست الموجودة واقرأ وشوف المسابقات ايه وازاي تقدر تلطحك اسخن كده انت هتقعد تتسلف ايه بقى جهزة تنص السنة تسلف حاجة حلوة وحاجة مفيدة وتملة ده ارجوك لو سمحت خلطة الحلقة لحد كده هسبكو مع زميل العزيز كريم رمزي داخل حالا وبرنامجه رقم عشرة طبعا هتلاقي رهيم كريم عمل يعني مهرجانات وليالي ملاح بالفاينل بتاع المونديال النهاردة واحنا بقى لو كلنا لعمر يبقى نابلكم بكرة ان شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامت